فجعلت العنوان أقبل يا شهر الطعاط هذا الشهر غير بقية الشهور كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعون الله عز وجل قبل مجيء شهر رمضان بستة أشهر اللهم بلغنا شهر رمضان ثم بعد ذلك يدعون الله عز وجل ستة أشهر أن يتقبل الله منهم شهر رمضان وكان بعض السلف يقول اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا طيب كيف نستقبل شهر الطاعات ده السؤال ده في غاية الأهمية جماعة صلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف نستقبل شهر الطاعات أولا لاستقبال هذا الشهر المبارك شهر رمضان لابد للجميع أن يستقبله بالتوبة إلى الله عز وجل الطائع والعاصي المؤمن والمذنب كل إنسان يستقبل هذا الشهر بالتوبة إلى الله عز وجل لأن الله عز وجل قال في كتابه اسمع إلى قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ينادي الله عز وجل ويقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله بالله عليك إذا كان رب العزة ينادي على أهل الذنوب الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي والسيئات ويقول قل يا عبادي فما بالك بأهل الطاعات فما بالك بأهل الإيمان الذين يقومون لله عز وجل سجدا وقياما ويخافون ربهم ويخافون سوء الحساب رب العزة ينادي على أهل الذنوب ويقول قل يا عبادي سماهم إيه؟ سماهم عباده سماهم عباده ودي يا جماعة نداء لكل واحد أصرف على نفسه بالذنوب ألا تقنط ولا تيأس من رحمة الله أبدا رب العزة بينادي عليك بقول لك يا عبدي يا عبادي طيب ده رب العزة لما خاطب سيد البشر سيدنا محمد قال سبحان الذي أسر بعبده ليلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فينادي عليك ويقول قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تيأسوا من رحمة الله بعض الناس شايف الزنوب بتاعته عظيمة جدا لدرجة أنها لا تغفر وهذا يأس وقموط من رحمة الله عز وجل لا الله عز وجل يغفر لك ويقبل توبتك وإن أقبلت عليه تاب عليك قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم صلي عليه إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل فلماذا تقنط ولماذا تيأس وهذا الشهر شهر التوبة شهر الطاعة شهر القرآن فتوب إلى ربك وابدأ مع الله من الآن ما تقول شيء إن ذنب ربنا مش هيغفره لا الله عز وجل يغفر ذنبك مهما كان شوف ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان ماذا قال اسمع والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما السلام